أشار وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي إلى أنه قد ناقش مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط والوضع في البحر الأحمر وخلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة شدد عبد العاطي على أنه تم الاتفاق على الحاجة الملحة لوقف فوري لإطلاق النار مؤكدا على أهمية وقف التصعيد في المنطقة تحدثنا عن الأزمة الخطيرة في قطاع غزة واتفقنا وكان هناك تطابق في موقف البلدين وموقف الوزيرين فيما يتعلق بالحاجة الملحة للوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء المدنيين الفلسطينيين وسرعة التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق صراح جميع الرهائن والأسرة وأيضا النفاذ العاجل والكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى سكان القطاع تحدثنا بشكل مذهب عن الأهمية البالغة لوقف التصعيد ومنع التصعيد وخطورة انزلاق المنطقة إلى أتون حرب إقليمية خطيرة